اصيب ثلاثة اشخاص في انفجار عبوة الناس فاستهدفت سيارة لمسلحين حوثيين بمنطقة بيت بوز جنوب العاصمة صنع اطلقت قوات الامن بجامعة صنع الرصاص الحي على المتظاهرين المطالبين باخراج المسلحين من العاصمة واعتقلت قرابة 25 منهم اقرت هيئة رئاسة مجلس النواب تجيل الجلسة الطارئة للمجلس الى اجل غير مسمى والتي كانت من المقرر انعقادها الصباح اليوم الاحد كشف القيادي في احزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد القباط لصحيفة عكاظ عن صيغة اتفاق اولية تجري مناقشتها بين احزاب اللقاء المشترك وقيادة حوثية بموجبها يتم التفاوض مع الرئيس هادي وحكومة الكفاءات للعدول عن قرارهما بالاستقالة وقال ان اهم نقاط الاتفاق تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة واشراك جميع القوى في العملية السياسية دون السثنة انسحب الامين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان من جلسة جمعت جمال بن عمر مع القوى السياسية بما فيهم الحوثيون مشيرا الى ان الحوار مع الحوثيين يسير الى طريق مسدود بسبب تعنط الحوثيين واستخدام القوى لقمع الاحتجاجات جابت مسيرة النظمها عدد من ابناء تعز عددا من شوارع المحافظة منددة بالانقلاب ومطالبة باعلان استقلال اقليم الجند ساقطا قتلى وجرح في اشتباكات مسلحة بين قوات الامن ومسلحين من اللجان الشعبية التابعة لحراك الجنوبي بمحافظة عدن مصادر امنية قالت ان الاشتباكات اندلعت فجر اليوم الاحد بسبب نصب مسلحي الحراك نقطة امنية في منطقة كوريتر قالت قيادة احزاب اللقاء المشترك بمحافظة مارب ان اي اتفاق مع قيادة المشترك بصنع مع الحوثيين لا يمثل مشترك مارب معتبرة ان جماعة الحوثي جماعة انقلابية تريد جر البلاد الى مستنقع العنف والدمار